اش قصرفت على محمد من اللي جل الدنيا لحده السيا الله عليك عمرك كله يا محمد مهم فو الله فلوز سوال فيلي فلوز قصرف عليك بس ذهب الطايتة واحد وعشرين يسوه اربع عشر ترابيات بتاع ابو جاسم اه حبيبي يوم شوانك شو صحتك يوم ما نسوي المقابلة او يا ايه قالوا خابري على عز واحد من ولدتش خابرت عليك تعرف انت نظر عيني شوانك عيني بات شتري دا سيلة دا يسمعك وفاتح سميكر محمد شوانك شوان الصح انا مصطفى داخل مقدم برامج بالفرات شوانك شوانك محمد احنا محور الحلقة لليوم نحكي بيه عن بر الوالدين تمام امك هواي حمدت بيك وحتى يعني نزلت دموح عاليك نعم فقالي بتكلمة اش راح تقول لي له والله يلا تسمعني اش راح تقوله ها واربي الجاسية ها واربي جاسية حبيبي دموع غالية ومو قصدي ابتشيكم الله يحفظكم يا ربي والله يخليك يعني سند للوالدة ويخليها خيمة عليكم وقاسب على ازعاج حمودي لا حبيبي لا انتم درس للانسانية والوفاة لانكم هواي عالم اليوم ما مقدرين هاي النعمة لا الام ولا مقدرين نعمة الاب الله يعفوظهم اليك حبيبي الله يحمدك تقول عمرك يا جنة تحت اقتام المهات فعلا حمادي الله يسلمك رسالة اخيرة للناس اللي يشاهدون لش راح تقول لهم عن بر الوالدين والله يا اخي شاعدين يا ربي اقول لهم عن بر الوالدين يعني ما اعرف اي عجز الوصف عن بر الوالدين الولد وما يملك ليه بيه فعلا والجنة تحت اقتام المهات فعلا يعني ما اكو وصف ونعجز يعني يعني ما اعرف شكرا شكرا حمودي حبيبي واسف على ازعاج الله يطول عمرك ان شاء الله اهلا وسلام يوفقك يوفقك اهلا حمودي اهلا بيك احنا واحد عدي الله يحفظها اليك اعرف شكر ودموعكم غالية وعزيزية وما راح اسيلت ولا راح اتعبت هذه هدية بسيطة مقدمة من شاشة الفرات وانتي مو بس ام محمد انتي امنا كنة انتي ام عراقية مهمة عزيزة غالية الله يطول عمرك ان شاء الله الله يسلمك رحمة الله والديك اسف على ازعاج باي باي اشكرك باي باي اهلا با